فريد باد يستعد لدخول غرفة العمليات للمرة الثانية خلال أسبوعين لتصحيح عيوب النظر في عينه اليسرى باستخدام تقنية جديدة سبق أن أجريت لعينه اليمنى بنجاح كبير بوبي قراشي الجراح الوحيد في بريطانيا المدرب على استخدام هذه التقنة الجديدة لمنح المصابين بالمياه البيضاء رؤية حادة تفوق أعلى درجات البراعة المرئية 20 على 20 الجراح أزال العدسة المصابة وزرع أخرى صغيرة جدا مصنوعة من السيليكون في جراحة لم تتجوز 20 دقيقة ويمكن ضبطها لاحقا بعد التئام الجرحي بأشيعة الضوء داخل جهاز تصحيح عدسة العينه هذا هناك رقاقة لا يتعد حجم سنتيمترين مكونة من 800 ألف مرايا صغيرة الحجم جدا توجه بدقة متناهية أشيعة الضوء لتصحيح أبسط تشوهات العدسة ومنح المريض نظرة حادة ودقيقة للأشياء الجراحون اعتبروا هذه التقنية الأكثر تطورا وتقدما في صناعة العدسات منذ أكثر من نصف قرن قبل أسبوعين استبدل الجراح قراشي عدسة عين هذه السيدة وهي اليوم في جلسة لضبط نظرها بواسطة هذا الجهاز حزمة من أشعة فوق البنفسجية وجهت إلى عين المريضة في أقل من خمسين ثانية للتحكم في شكل وسماكة العدسة المصطنعة لاستعادة النظر بوضوح حاد لما يمكننا أن نضع قرارة في عين المريضة في أقل من خمسين ثانية لذلك يمكننا أن نقوم بسماكة العدسة المصطنعة هذا هو فقط الأبد من ما يمكننا فعله مع هذه المريضة ولم يقتصر استخدام العدسة الاصطناعية هذه للتخلص من المياه البيضاء في العين بل أيضا لتصحيح عيوب طول النظر الذي يكون أحد مسابباته التقدم في السين أجرى الطبيب الطرشي ثماني عمليات جميعها كللت بالنجاح بكلفة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه إسلاميين استغل المرضى على أثرها عن النظارات الطبية مستفى زارو العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر